اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وتركيبة جديدة النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة عمل شامبو بار بزيت الارجان في البداية زي بنعرف ايه هو الشامبو بار وايه هي فوائده للشعر الشامبو بار عبارة عن شامبو صلب بالضبط على هيئة صبونة يعني هو بيكون شكل شكل الصبون ولكن هو مش صبونة يا جماعة وما بيحتويش على صودة كوية فما هي بقى فوائد الشامبو بار بزيت الارجان اولا هو بيستطيع تنظيف الشعر بعمق وازالة البواقي الزيوت والكريمات الموجودة على الشعر اللي بتدوله شكل جريسي او ملزق كمان بيعمل على تنظيف فروط الرأس والتخلص من الاطربة والاوساخ والخلايا الجلد الميت اللي بتسد المسامة الخاصة بفروط الرأس كمان بيعمل على تطهير الشعر اللي هم بيحتوي على بيعمل على ترتيب الشعر وكسابه مظهر لامع وصحي كمان هو غني بزيت الارجان والبنتينول والفيتامين اي ودول بيساعدوا على تقوية الشعر وترتيبه وتحسين صحته في العموم كمان يعتبر هذه التركيبة صديقة للبيئة لان احنا ممكن بنغلفه بحاجة غير البلاستيك يعني احنا ممكن نغلفه بأوراق من اللي هي اللونها بني اللي هي الكرافت بيبر او ممكن حتى يعني مقرد بس ان احنا نربط الكارت الخاص بالبيانات بتاعت المنتج بيخيط من الخيش بيكون شكل لطيف وفي نفس الوقت المنتج لما بيخلص ما بيبقاش فيه بلاستيكات طبعا بتلوس البيئة لما بتترقم وبتترمى والشام ببار طبعا لما بنستخدمه وبيخلص بالكامل زي بالزبط زي الصبو طيب بعد ما عرفنا الفوائد محتاجين نعرف ايه هي التركيبة الخاصة بالشاب ببار اولا بنحتاج 160 جرام من السي سي اي كمان بنحتاج 60 جرام من البيتائين بنحتاج 10 رام من الطميل الابيض 20 جرام من الليسرين 2 جرام من الصمق الورق او ممكن نحتاج لو هو مش موجود ممكن يستخدم الزنسانجا كمان بنحتاج 28 جرام من زيت دوار الشمس كمان بنحتاج 12 جرام من زيت الارجان 8 جرام من البنتينول 4 جرام من المادة العفظة 2 جرام من الفيتامين اي 1 جرام من زيت اساسي شجاة الشاي 3 جرام من اي زيت عطري من اختياركم كمان فيه افشن اختياري لو انتم حابين تلونوا المنتج فبنحتاج لون مايكا او لونين على حسب ما انتم عايزين لون المنتج ده بيجرع لاختيارك والتفضيلك طريقة التصنيع في البداية طبعا بنحتاج ان احنا نعقم كل ادوات المستخدمة والسطح اللي احنا هيتم التصنيع عليه كمان بنحتاج ان احنا نرتدي جوانت طبي وكمامه بنغطي الشعر بتاعنا طبعا عشان مايحصلش اي كونتومنيشن للمنتج بتاعنا بعد كده بنحتاج ان احنا نزل كل المواد الفعالة اللي احنا هنستخدمها عشان نبقى جهازين بعد كده هنجيب بيكر صغير ونحط فيه الجوارجان ونضع عليه الجليسرين ونقلب قويس جدا لحد مايتم التجانس وزي ما احنا ذكرنا لو فيش جوارجان بنستخدم الزنسان جام اللي هو سمغ الزنسان اللي هو عايزين تعرفوا اكتر عن هذه المواد الفعالة ارجعوا لمحاضرات كورس السيادة الصنيع موجودة على القناة بعد كده فيه اناء يكون كبير هنضع السي اي ونضيف عليه الطميء الابيض وينقلب قويس جدا بعد كده بنضيف البتائين ونخلط كويس جدا بعد كده بنضيف الميكس اللي هو الجوارجام مع الجليسرين وبنضفهم على الخليط ونعمل ميكس مرة تانية وفي بيكر يكون جاف ومعاقم بنضع زيت الارجان وزيت دوار الشمس ونضيف عليهم البنتينول وبنخلط كويس جدا وبعد كده بنضيف خليط الزيوت ده للميكس شور بتاع الشامبو الخاص بنا وبنقوم بالخلط مرة تانية بنضيف بعد كده المادة الحفظة وبنضيف كمان الزيت الفيتامين اي باضافة للزيت العطري وهي زيت اساس الشعبات الشاي بنخلط مرة تانية كويس جدا الميكس شور بتاع الشامبو بتاعنا والخطوة الجاية ده اختياري وهي اضافة لون مايكا حسب ما انتم عايزين لو انتم حابين المنتج تتركوه زي ما هو ما فيش مشكلة لو انتم حابين تلونوه بحيس انه هيكون لون خاصة بالمنتج بتاعكم ويمشي مرائحة الزيت العطري دي حاجة ترجع لكم الخطوة الاختيارية دي بنعملها لو حابين نلون المنتج وطبعا مع الخلط بيتكون معانا عايزين متماسك نوعا ما بيكون القوام بتاعها بالضبط زي الرمل المبلول او يعني عايزينة بتكون طرية نوعا ما بنبدأ نشكلها يا اما نضعها فيه قالب السلكون ونبدأ نضغطها بادينا على حد ما تشكل وتاخد الشكل اللي احنا عايزينه او ممكن نستخدم القالب بتاع الباس بامب وبعد ما بيبقى الشام بار جاهز معانا بنشيله من الاوليب دي وبنسيبه 24 ساعة في الهواء لحد ما تصلب تماما ويصبح جاهز الاستخدام طبعا ما تنسوش يا جماعة ان الاستيكر اللي احنا بنحطه او الكارت اللي احنا بنحطه اه مع المنتج آآ بنضع فيه البيانات الخاصة بالمنتج وطريقة الاستخدام لو هذين تعرفوا اكتر عن الاستيكر او الكارت اللي بيوضع مع المنتج اللي بيوضع فيه البيانات الخاصة بالمنتج وطريقة الاستخدام ما تنسوش ترجعوا لمحاضرة آآ التصميم الاحترافي الاستقراط. وفي نهاية الفيديو احب اشكركم على متابعتكم ويدعمكم المستمر. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد من التركيبات التجميلية ومعلمات مفيدة في مجال مستخدرات التجميل الهند ميد وكمان في مجال التجميل الغير جراحي. وكما لو انتم حابين تتابعوني على السوشيال ميديا هتجدوا اللي كانت كلها موجودة في صندوق الوصف. دمت بخير حافظ الله احبائكم من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.